اه يعني انا تحفظ على الاسم اتحفظ على الاسم مع لسف شديد غير ابو بورا ابو باروكا ابو باروكا هذا خلاص مفرغ منه انسان سيء وكشف امره وتكلموا عنها الناس انا ما اعرفه ولا ولا يشرفني اني اعرفه له ولا غيره هدفي بالعربي الفصيحي هدفي واضح وضوح الشمس هذا اللي زعل الناس هذا اللي زعل السيئين انه اجي في البث اقول للناس افعلوا كذا اصنحوا انفسكم بكذا اذكروا الله اعلموا بكلمة التوحيد اعلموا كيف يرقون انفسهم يبتعدون عن مواطن الشبهات لا يستعينون بأحد الا بالله سبحانه وتعالى حاربت جدا وانتو تذكرون في علم الطاقة في الفترة الماضية كان كل برامجي عن علم الطاقة وعن سوءها وعن الشكرات وعن الاشهد طبعا هذول ما يبغون هذا الشيء يبغون وعن الروحانيين يبغون يستمرون ياخذوا من الناس الفلوس ويتواصلون معهم ويؤذونهم ويتكسبون ووراهم والزيت يبقى على 700-800 هذا عطلت بحركاتهم انا في واحد يقول لي يقول انت يا فهد القرني قلت والله لقفل يعني وكأنه يعتبرها سب يقول لي يقول والله يا فهد القرني قبل فترة تقول والله لقفل بيوت الرقة قلت والله في مشرقة الله سبحانه وتعالى انه يجي يوم من الايام اقفل بيوت الرقة في جميع مناطق المملكة وفي غير المملكة حتى برضه في دول الخليج بصفة عامة وخارج دول الخليج اقفل بيوت الرقة اخلي كل بيت في راقي باذن الله سبحانه وتعالى وانا طالبت ولا زلت طالب انه تعليم الرقة يصبح جزء رئيسي في في المدارس لو خمس دقائق يوميا حتى نطلع في كل البيت او في كل القرية راقي متمكن يستطيع يساعد الناس بدون اللجوء الى الرقاة في واحد من الرقاة الان اسمه الحرف الاول اه 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 فا والحرف من اسمه ابوه الاول عين اقعد حللوها انت ولا تكتبوا ارجوكم اساس مسيع اني اعرف اه هذا يتكلم يقول في هد القرني يقول انه من الاول اترقون عنفسكم وفي هد القرني غلطان طبعا هو غلطان وانا غلطان تدروا لي ايش غلطانين لانه بالواقع المفترض ان يكون في راقي والمفترض ان يكون الشخص يرقي عن نفسه لان ان ابو عسد السلام راقى واسترقى كان يسترقي كانت رقيه عاجل فلذلك وكان يقول استرقوا لاخاكم فانه اصيب او معان او مصاد او مريض او به او به او به او شيطان او باي امر من الامور كان يوصي نابع اسمه بالاسترقى في لذلك معناته ان الرقاة الشرعية في احد يرقي احد هذا الشي طبيعي وانا ارقي انا ارقي لكن انا ابحث عن ان الانسان يرقي نفسه وبعدين اعطيتكم الخيوط معنش انتظروني على القستات اعطيتكم خيوط الانطلاقة كيف ارقي نفسي في حالة انه انا فيم يقولون اه كيف واحد مثلا مسحور كيف يرقي نفسه يصعب عليه قلت لا ما يصعب عليه لانه اغلب الرقاة للأسف الشديد بقوله والله بصريح العبارة واللي بيزعل يستدم على الشارع اغلبهم هدفه بنسبة 100% فلوس اعطني فلوس اجي ارقيك ما عندك بلط البحر يعني حتى ما فيه تجاوز يعني حتى ما فيه تجاوز ماذا لا اقول والله هذا ما عنده فلوس بقى ابرقي عليه واند عندك فلوس ادفع ما يخالف لا هذا هو خط احمر فلوس اجيك ما عندك ان شاء الله تقعد مريض 500 سنة لو انك جاري ما ادخلت بيتك الا تدفع فهم زعلانين علي يقولوا ليش يا فهد القرني انت خربت علينا الناس قامت تركي نفسها انتو شفتو كثير جدا ومخليفة اتكلمت معي اليوم بشكل عن طريق التواصل الخاص وهذا اقل واجب اقدمه انا للمخليفة والناس اللي والتب والشباب والواحل اتكلمت انتو الناس اللي والتب والدعمين اللي يستاندون هذا البرنامج وقولكم انتو وللاشراف لازم اكون معكم يد واحدة فكثير جدا دخلوا معنا في البرنامج وقالوا احنا في مناطق ما عندنا رقاه اصلا ما عندنا رقات فسرنا نرقي انفسنا واستفدنا وبديننا نرقي عيالنا شفتو البنت البانح اللي كانت تقول لنا ارقي زوجي تقول ارقي زوجي ويتعب علي في اخر الرقيا معناتو لسانت ترقي يعني قبل فترة من الزمن انا ما اقول قبل الظهوري انا ما نبغت زماني لكن انا اتكلم عنه انا ما جيد قبل ما كان فيه اتحدى اتحدى كان فيه معلومة صحيحة عند الناس العامة عن الرقية انها سهلة كان الناس ما اخذين فكرة ان الرقية لازم راقي ولازم يسرع لازم هذا يرقي ولازم هذا ينسع ما كانوا يشوفون ان الرقي فقط لتوصيل الرسالة الى الاشخاص وان المرقي عليه ما هو على كل حال انه ممكن لازم يسقط ولازم يتكلم على سانة المس ولازم ينطق ولازم يصير على المرض انه اي شخص ما يستطيع يرقي نفسه انه اي شخص ما يستطيع يرقي نفسه بعدين جيت قلت انا لا تستطيعون فك رموز مشاكلك ببسم الله الرحمن الرحيم بسم الله نعم هذي قامرة تقول عالجنا انفسنا طيب هذي نعمة من الله سبحة تعالى عالج نفسك بالبسملة عالج نفسك بكلمة توحيد يعني شفتوا اللي يدخل بغرفة مظلمة جدا غرفة مظلمة جدا ولا يستطيع ان يصل الى الباب الاخر بسرعة وش يسوي يبدأ يتوكى على الجدران يمشي شوي شوي حتى يصل الى الباب الثاني اللي يهدف اليه ما لا يمكن يدخل ببضلان بسرعة لازم يمشي شوي شوي حتى يصل فهذا اللي انا وصلتكم له انه انا امشي شوي شوي ارقي عن نفسي شوي شوي ابدأ بالفاتحة ابدأ بالبسملة أبدأ بالتعود، أشرب كاسماء عليه الصوبة الفاتحة اليوم الثاني أزيد، اليوم اللي بعدها أزيد حتى أصبح متمكن وأتمكن من صحتي وأعالج نفسي لأن الراقي معلش باش رموين الحمد لله بلعالمين لأن الراقي أنا بجيكم اليوم أبرقي على محمد أو عبد الله أو فهد من الناس أبرقي عليه مرة ومرتين وثلاث مرات وبعدين بروح طيب، من هو اللي بيستمر معه؟ من هو اللي بيستمر معه سنتين وثلاث سنوات؟ أو يروح معه عند من يضع مثلاً سلطان في مستشفى؟ أو يروح معه في قرية مهجورة بعيد جداً، ما نملك الإمكانيات أن نروح لها؟ من اللي بيروح معه؟ هو بنفسه، هو اللي بيروح مع نفسه يبدأ يحط يده على صدره، يقرأ سورة الفاتحة، ينفذ بين يديه يمسح وجهه يجي ماء يقرأ سورة الفاتحة ويشرب، يكثر من البسملة وينفذ بالماء ويشرب ففي راقي، راقي الآن موجود، وعد قد أنه مو معبر، ما أعرف، أنا والله ما أعرفه بس في ناس يشيرون عليه مثلاً حسابه أو كذا فشوفهم يقول فهد القرني، قال كذا، فهد القرني، فهد القرني، صار فهد القرني علك في أفواههم أنا سبقيني قلت مسبوحين الآن الله لا يحلهم ولا يبيحهم ولا يسامحهم ولا أستوقفهم على صلاة المستقيم، فإن كانوا على حق يأخذون وإن كنت على حق آخر والله سبحانه وتعالى هو من يفصل بين العباد، هو من يفصل بين العباد ويحضر كل مظلمة، ويحضر كل مظلمة، الله سبحانه وتعالى هو من يحضر فهذا الراقي ما يبغاني أوصل للمعلومة، يقول لازم كذا بالعربي، أنا سمعته، دخلت على برنامج أشوف، أشوف ليش هو زعلان علي قال لازم كذا أنه المريض يبحث عن الراقي يركي عليه ولا يركي على نفسه وفي أحد اليوم أرسل عليه يقول لي هل صحيح، أو دخل معنا في البرنامج جلبال، هل هو صحيح أنه أنا كمصاب إذا نفذت بالماء وشربت تزيد العقد عندي في جسمي؟ قلت من قال لك؟ قال في راك، قال لي لا تنفذ بالماء وأنت مصاب لأن النفذ بالماء يزيدك عقد أخرى في جسدك، أنا أقول له بين قوسين كذب، ما احترامي لكم أقول له كذب، تكذب على الناس، أنت اللي تقول لا تنفذ بالماء لأنك مصاب، عقدك تزيد، أقول له كذب كذب، حتى تلقى ربك، إن بإعصال سلام أوصانة بهذا الأمر، اقرأ على نفسك وانفذ بين يديك وامسح فيقول أنه كان يقرؤون وهم غير مصابين، في ناس الآن مصابين يقرؤون وينفذون ويشفون، أبعطكم إياها كذلك والله، ثم والله، إن أحد أقاربي أنا شخصيا قرأت عليه مرة، ووجدت فيه مس، قرأت عليه، فوجدت فيه مس واضح وضوح الشمس في عز الضهيرة، وش سويت فيه، وش تلت وقعون سويت فيه، قرأت عليه مرة أو مرتين، متفرقات، بعدين قلت له، ألزم الرقية أنت بنفسك، خذ الماء، وإقرأ فيه، واشرب، إقرأ في الزيت، وإدهم، إقرأ في العسل، واشرب، فعل كذا، فعل كذا، تتبع هذه الخطوات الآن يتواصل معي يوميا، وهو الآن يهيئ نفسه، أن يصبح راقي، أن يصبح راقي يعني أنا قاعد أتكلم بواقع خبرة، ما هو بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام، شاب راسي، وشابة حواجبي، ومريت بأشياء، والله لو أحكي من هالحين يمكن لني أدن الفجر، ما أخلص، أمور مريت فيها، وأعرف أن اللي يقولون للمريض لا ترقي على النجز، تعال أرقي عليك لعدة أهداف، وش الأهداف؟ معرش، معرش الأهداف، فيه أهداف معين، لكن الهدف الأول مادي، وفي بعضهم عندهم أهداف أخرى، فأنا ما أدخل بدممهم، ولا أدخل بنواياهم، عما الأهداف المادية، أدخل بنواياهم، أدخل بنواياهم، منعني شكرا يتوب، أدخل بنواياهم، ومتأكد مئة بالمئة، أبعطيكم شيء حدث معي، طيب الليلة التصريح، أنا كنت بمطعم، مطعم شعبي، مرحبا يتوب الله يغنيك، الله يغنيك، مبارك فيك، على لاسي وعلى عيني، الله يجمل حالك يا توب، أنا كنت في مطعم في مدينة جدة، الله يعافيكم، وكنت بتأخر عن صلاة المغرب يمكن بعشر دقائق أو ربع ساعة، يعني لا زال الناس في آوة يعني فرغوا من الصلاة، وضيت وأقمت الصلاة، لأنني كنت تلك اليوم لسه ما استقررت في جدة، كنت أروح وجيه، يعني اعتبر في من المسافرين، من حقي أنه أنا أجمع، استهل الطيب، على واسي وعلى عيني توب، صليت مغرب، ولما أقمت الصلاة العشاء، آسف، لما أقمت الصلاة المغرب، دخل معي مجموعة أشخاص وصلوا معي بالمسجد، بالمصلة، صلوا معي، أنا صرت إمام لهم، بعدما سلمت وانتهيت من الصلاة، قام واحد منهم سلم عليه، قال لي أنت فلان، قلت له نعم، قال حنا نحبك في الله، من ذلك الكلام اللي أنت تعرفونه، وبعدين جلسنا، طبعا كان مطعم شعبي، مكشوف، مدري عاد تحبون المضغوط ولا لا، مضغوط ومشويات تيوس، صغار، لباني، كأنه قذة، كأنه فار، تيس كأنه فار من صغرة، عظامة كأنه عظام بسة، صغير، 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 حليلة، تاكل لك ربع ما تدري عن نفسك، ما شاء الله لك أوت الله بالله، وهذا المكان مكشوف، طيب، لحظة، لا إله إلا الله وحده، لا شريك، لا لا تلعنونها البنت هذه، خلوها، لم شفت واحد يلعن، لا تلعنونها، أتركها بس، إذا كانت مريضة لا يشفيها، لا تلعنونها مريضة، أسأل الله لنشفيها، بعد ما صلينا وانتهنا من الصلاة، قال لي هذا ما الذي سلم علي، قال لي هذا فلان، وهذا فلان وهذا فلان، هم ثلاثة وهذا ما يكلمني، أم ثانياً لورانا وهذا التالي، عند ثلاثة أشخاص، قال لي هذا وهذا فلان وفلاني، سماهم بلي بل أبن اسمان، وحنا رقى، حنا رقى، ونرقي في المدينة الفلانية، وهذا في مدينة أخرى إنا مجتمع على صدفة وجينا هنا وشفناك وقلنا نسلم عليك إحنا كرقى كذا هذا كلام الرجالي أنا مرح أظلمه ويمكننا يسمعني الحين أن يقول تابعك قال حلنا نتابعك واستفدنا منك في بعض الأشياء في بعض زي قطع الدابر الأذى زي قطع المدد زي كذا اسكات المريض زي يعني أشياء كانوا بعض الرقى بعض الرقى وليس كل الرقى كان يجهلون هذا الشيء أنه ما استطيع اسكت المريض أثناء الرقى يبدأ ينصرخ ويصرخ ويتكلم ويلفظ وما يستطيع الرقى يسكت فوضحت لهم بعض الأشياء واستفادوا منها اللهم آمين يا حي يا قيوم فقال لي يا فهد القرني كذا سبعوا بالله إيش بقولكم هذا واحد من الرقى أقسموا بالله هذا كلامه لي قال يا فهد أو يا شيخ فهد عذب كيف قال لي أنت تقول ما ترقي بفلوس وحنا أكون صادق معك حنا والله يا أخي لنا مصرحة بهذا الشيء نأخذ مبالغ مالية نأخذ 200 ريال نأخذ 500 ريال نأخذ كذا نأخذ كذا فناس يتصلون علينا يبحثون عنك أنت وحنا ما استطعنا أن نصل لك قلت يبحثون عني ليش قال لأنه أنت تقول ببناش وحنا والله نأخذ فلوس قلت طيب يا أخي خذ أنا منعتك من حقك تأخذ هذا جائز لك أصلا جائز لك أنك تأخذ ولكن لا تقلغون على الناس خذ يسر قال فيه ناس يستطيعون نأخذ وفيه ناس ما يستطيعون نأخذ عليهم مبالغ مالية قلت ما يخالف خذ بالعافية عليك لكن ليش ما ترقي ببناش قال والله أنا أحتاج قلت طيب أرق لكنك خذ مبالغ مالية تكون قليلة جدا بمقدور الشخص يعني رح أرق على أحد ثم قلت عطني 100 ريال مثلا أو قبل تروح لك قلت عطني 200 ريال عطني 500 ريال بحثوا ناس يستطيعت 500 لكن لا تقولوا للناس عطني 10 ألف أعطني 70 ألف في جلسة واحدة في ناس يحدد المبلغ يقول أنا ما أجيك جلسة واحدة إلا بـ 25 ألف يا أخي أنت من أنت عشان تاخذ علي 25 ألف من أنت والله لو أنك أبو بكر ولا عمر والخطاب ولا صحابي جليل حتى ما يأخذ هذا المبلغ ولو أنك أصلا لو أن العافية أصلا في يدك بس كن فيكون تدفعني 25 ألف طيب برضني نحتاج ثلاث جلسات ثلاث جلسات بـ 75 ألف أنا منين أجيب الـ 75؟ والله العظيم وأقسم بجلال الله أن في أحد في مكة قرأت عليهم جلسة واحدة أو جلستين أو ثلاث جلسات من ضمن كلامهم قالوا والله إنا بايعين سيارتنا ما عندنا سيارة الآن ما عندنا سيارة بايعينها معطيناها واحد جاءنا من المدينة الفلانية جاءوا سكن عندنا جنب البيت ودفعنا قيمة السيارة كاملة في جلسة واحدة وبعد ما طلع من عندنا والله إنا قفى الجواله والله ما يرد علينا حتى استفسار نبغى نسأله عن حالتنا وعن كذا وعن وش نسوي ما يسأل ولا يرد علينا أصلا أغلق جواله تماما عنه أخذ قيمة السيارة كاملة حطها في جيبه وقرأ عليهم خمس دقائق عشر دقائق عائلة ما استفادوا منها جيت لقيتهم كلهم مسحورين كلهم مسحورين قرأت عليهم والحمد لله ربما يكونوا استفادوا ربما لا هذا شيء بينينا الله سبحانه وتعالى وبين العبادة هذولا لكن لما لقيت حالتهم حالة قلت أنتوا وش وابعكم وين الوالد قالوا توفى قلت ليش أنتوا كذا في ظروف يعني يبدون شوية قاسية قالوا والله حتى السيارة هم بايعينها قلت ليش قالوا راقي كلمناه هو يسكن في المدينة الفلانية قال أجيكم لكن أجيكم بالمبلغ الفلاني والمبلغ قد قال لهم ثمانتاشر ألف أو عشرين ألف نزلهم أظن قال قال خمسة عشرين بعدين نزل المبلغ أظن يعني راعاهم ما قصر الله يتزخذ يعني أعطاهم بثمانتاشر ألف حاجة حلوة جلسة واحدة عساسا أن ريقك أنت تنفذ عليهم بعسل الشوكة أو بعسل السمرة يعني شد الحكي باع واحد من عيالهم وراح باع سيارته اللي هو الولد الكبير أظن أنه هو الوحيد اللي يملك باع السيارة وعطاه الراقي هذا وراق عليههم وطلع قفل جواله لا ساروا بخير ولا استفادوا من روكته ولا سوي شيء أبدا تخذ السيارة فأنا جيت في وقت ما يبغون أحد يقول للناس ترى الراقية بسيطة يا جمعتا خير ترى الراقية سهلة ترك أنت تقدر يا الزوج تجيب عيالك واحد واحد ولا ترقيهم مع بعضهم ارق كل واحد بلحالة عساسا لو انصر على هذا ما يشوفه أخوه يخاف ارق الزوجة بالحال عشان ما يشوفونها عياله ويخافون ارق نفسك أنت بنفسك فإذا وجدت في نفسك صعوبة في الرقية جي بالماء اقرأ الفاتحة مرة واحدة ينفث بالماء واشرب وبكرة على الريك اقرأ صورة الزلزلة واشرب بعد الظهر اقرأ صورة الفلق مكرر واشرب بعد العصر كذلك بعد المغرب كذلك يعني وكانك تفكفك خيوط اللغز أو البلاء اللي فيك شي شي تصير بخير ما تحتاج تدفع المبالغ هذه كلها طيب في واحد يبيع الزيت في واحد يبيع الزيتون الليلة الفضائح في واحد يبيع الزيتون بسبعمائة ريال ما هو زيت زيتون هو يسميها يسميها خلطة الحياة شوفوا المسمى يسميها خلطة الحياة أو مخلوط الحياة أو فزعة الحياة وكان يقول ابرد جعلكم الحياة انتم يسوي لهم زيت أو يجمع مجموعة زيوت مع بعض كده ويحط الزيت هذا حقه يكتب عليه السر السر في الزيت أو السر في مضيوشه ما عرف لكن يلقب زيوته انتم تعرفونه شتمني برضوه لكن ما راح أجيب اسمه مع نفسه يصطدم على الشارع الله وليه الله اللي بيسقط ومو بنا راح يسقط سقط غيره وراح يسقط يبيع الزيت عليهم تخيلوا علبة زيت صغيرة زي ما هو يتصح بهذا الحجم يبيعها بسبعمائة ريال ليش كده ليش كده سبعمائة ريال يا مفتري زيت زيت انت خلطتها كيف شويت فيه يعني ايش جبت جبت زيت زيت ما هو موجود في الأرض أصلا ما هو موجود في الأرض هاتق الله في مفسك طيب لما تكلمت بهذا الأمر أنا وقلت وفيه ناس يخذون ثلاثة ألاف في ليلة واحدة يخذ ستة ألاف في ليلة واحدة وأصلا ما يخلص في رقته يقرأ ثلاث دقائق خمس دقائق ما يتجاوز ويبس كل باب يعني أقل خذ ثلاثة ألاف عليك بالعافية لكن اقرأ ساعة ساعتين ثلاث ساعات أعط الناس حقهم بالفلوس اللي انتخذتها حطهم ثلاث أربع ساعات وانتجال تقرأ عليهم لكن لا تجيني تأخذ عليه ثلاثة ألاف وتقرأ عليه خمس دقائق طيب أنا عندي زوجة في البيت وعندي واحد من أولادي وعندي أنا يا الرجل اللي جبتك ودفعت لك ثلاثة ألاف حنا أربع خمسة في البيت مبروك عليك خذ ثلاثة ألاف لكن ارق العائلة تعال لهم الساعة أربع لأصد واجهس عندهم من يأذن المغرب صلي المغرب وارجع خذ لك في نجال القهوة واقرأ عليهم صلاة العشاء صلي العشاء وارجع اقرأ عليهم الساعة تسع بادي رح تأشر واحد قد تكون عطيتهم حقهم ثلاثة جلسات الجلستين في اليوم ما يخالف لكن أما ثلاث دقائق أربع دقائق ثلاثة ألاف وبعدين لما نأجي أنا أعلم الناس كل واحد ناقزني في مكان كل واحد ماسكن في هذا القرني ليش تقول الآية الفلانية من قال لك أنك تخصص آية أنا خصص آية طبعا أنا خصص آية أخصص آية قل أقرأ الآية الفلانية تنفع لكذا الشيخ محمد بن عثيمين كلكم تعرفونه أسأل الله أن يجعل مثواه الجنة خصص آية واحدة قال فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت وذكر حتى قال حط عليها دائرة وانفث عليها يذهب منك الحزاز القرآن نعم فيه تجربة أنا أقرأ على شخص صورة الزلزلة فيستفيد أقرأ على آخر يستفيد أصبح عندي من باب التجارب أن صورة الزلزلة مفيدة أقول لناس أقرأوا صورة الزلزلة أعطيهم المعلومة اللي عندي من حقكم أنتو والله العظيم من حقكم علينا نحن كروقاه أن نحن نوصلكم المعلومات إلى بيوتكم إلى داخل بيوتكم حتى يكونوا محارمكم في بيوتكم حتى ترقون أنفسكم بأنفسكم هذا يبيع زيت 700 هذا يأخذ جلسة 18 ألف خمس دقائق هذا يبيعهم سياراتهم هذا يجيبهم عنده في الاستراحة ويصففهم سرع 20-30 وراء بعض والحارس عند الباب يلا يا حبيبي دكي دكي على 500 ريال عندك 10 أشخاص بالـ 5000 يوميا وش تلحكي بالعربي الفصيحي سارت تجارة بحثة سارت تجارة بحثة طيب أنا بروح لأم خليفة أم خليفة مقتدرة أسأل الله أن لا تحجها لا لي ولا لغيري أم خليفة مقتدرة مثلا اللي يدعمون الآن ناس مقتدرين مثلا أسأل الله أن يبارك لكم لا تسكونوا معين ذكروا الله ذكروا الله طيب أنا ما اشترت عليها قالت لي يا فهد تعالى بغاك تركي علي قتلها بشي رحت قرأت عليها بعد ما خلصت ومشيت حولت في حسابي مبلغ إن شاء الله حتى ستة مليون أو عطتني ألف ريال وإحنا واقفين أنا أعرف أن هذا الشخص اللي قرأت عليه أنه بخير وصحة وعافية ما يمنع أنك تأخذ من هذا الشخص اللي يعطاك ما يمنع تأخذ بدون شروط بدون ما تشرط عليه يقول لي تعال قلت حول في حسابي مئتين ألف كم عددكم قال خمسة عشر قلت حول ستمائة ألف خير يا أبو بكر الصديق خير يا أبو بكر خير تأخذ على جلسة ثمانتعشر ألف وخمس دقائق وتمشي وتعطوهم زيت سبعمائة ريال جيت أنا خربت عليهم خليت زيوتهم تخرب في بيوتهم أنا قلت زمان قلت والله أني خلي زيوتكم تخم وتقم في بيوتكم قلت لكم أنتوا أنتوا اللي تسعوني قلت رح جب زيت زيتون من السوق قيمته خمسة ريال أو عشين ريال أو اللي تبغنت خذ الزيت اللي يعجبك فيه من عشرة ريال إلى مئة ريال خذ الزيت اللي يعجبك وافتح الغطاء وبسم الله الرحمن الرحيم اقرأ صورة الفاتحة اقرأ المعاوذاتي الكابر والأخلاس وآية الكرسي آية الحسد وآية السحر موجودة كلها في جوجل طلعها اقرأ عليهم وانفذ بالزيت سأل عندك زيت زيتون عليه رقية شرعية واش فرق قرآنك عن قرآني يلا احد عاقل يقول لي واش فرق قرآنك انت عن قرآني انا قال يا فهد القرن انت يمكن عندك اخلاص اخلاص ولا سكري ولا روثان ليه انت ما عندك خلاص تاكل اخلص النية قال عندك اخلاص انا ما احب الاخلاص انا احب التون يا حبيبي اليقين هذا موجود اليقين انا اجيبة اليقين انا اجيبة اهدى واذكر الله وقتاً من كلمة التحييب وبعدين أقول لا إله إلا الله وحده ولا شيء قال استعنت بالله وتوكلت أصلاً في سورة الفاتحة تكفينانا وياكم إياك نعبد وإياك نستعين محنة أنا الآن قرأت سورة الفاتحة واستعنت بالله في سورة الفاتحة ركزوا على الآية هذه إذا جيتوا تقرؤوا سورة الفاتحة قولوا إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين خلاص أنا الآن عبدت الله سبحانه واستعنت بالله وبدأت أرقي على نفسي أو على عائلتي أصبحت الآن دخلت في اليقين ودخلت في الاستعانة بالله سبحانه وتعالى أنت الموضوع أنت الموضوع أجيب واحد راقي متعشي في الرومانسية نص تيس من شسمة طيب وبعدين أقول لها أخذي عشر تلاف عشان تقرأ علي سعد بن أبي وقاص ثكلتك أمك ماذا تفعل أتستهزئ بالبشر أعطوني فرصة عشر الموي لا إله إلا الله وحده كلا له الملك وله الحمد يحي ويميته على كل شيء قدي أستغفر الله العظيم من كل زلة ومن كل ذنب دقيقة معلش معلش للتوضيح ترى البنت اللي قبل شوي أظنها فعلا يعني لا أنا أحد أرسلي يقول لا هذه اسمها فعلا حنين حنين اسمها حنين محمد عاد هي روغي مهبروغي ما أعرف هل اسم هذا مستعار ممستعار ما أعرف لكن الاسم الحقيقي اللي كان يطلعنا باليوزر حنين وحيانا نذير وحيانا بئر لا قاعة لها من الله قاعة لها وحيانا السماء سابعة محترقة يعني عدة أسماء فلا نعرف الاسم الحقيقي لكن اللي عندي أنا حنين اللي يجيين الرسائل منها حنين الله يجعلها إن شاء الله تحنى على عمرها وتهدأ ويكفي لشرها قلوا آمين آمين يلا تحضلي